في هذه الحكومة أيضا أنت طبعا شاركت وقلنا ذلك في أي منصب؟ كنت وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة نعم بقيت في هذه الحكومة والحكومة بقيت حتى عام 2007 هنا كانت انتخابات تشريعية جديدة ولكن هذه المرة ليس كما تعودتم في السنوات الماضية الناخب كان له رأي آخر ولم يعطي الأسبقية للحزب في أي منصب جاء الحزب في 2007 في ترتيب الأصوات؟ لا جاء في 2007 كنا جينا في 50 في المرتبة الخامسة يعني من المرتبة الأولى في ضرب أربع سنوات يعني كيف تقرؤون ذلك؟ أنا أعتبر أنه الناخبين لم ينصفوا الاتحاد ما هذا؟ لا عندي شيء تحليل آخر أنا سمعتك كثيرا أن أستاذ محمد يزغي تقول الناخب لم ينصف حزب الاتحاد أود أن أفهم فعليا ما الذي تقصد هو الناخب فعليا من حقه أن يختار من يشاء ولكن نادرا ما نسمع أن زعيم حزب يقول للناخب لماذا لم تخترنا أو يعتب عليه لماذا لم يخترنا ويقول أنه لم ينصفنا يعني هو الناخب يختاركم وينتخب عليكم لا يختار لكن أنا سياسي أعتبر أنه الناخب لم ينصفنا لأن حزب استقلال كان معنا في نفس الحكومة لكن أعطاه الصدارة في سنة 2007 يعني في حالة نقد ذاتي هل لم ترى أنكم قمتم ببعض الأخطاء في تلك المرحلة؟ لا من المحقق أنه لا يمكن أن يكون الإنسان في مسؤولية دون أن يرتكب الأخطاء لكن لا أرى ما هي هذه الأخطاء يعني التي تجعل أن لا تنصف